في إطار حرص القوات المسلحة على الاستمرار في دعم المنظومة الطبية وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة لتقديم الخدمة الصحية المتميزة قامت القوات المسلحة بتخريج الدفعة الثامنة من المعهد الصحي للذكور دفعة اللواء طبيب أحمد سامي كريم والدفعة السابعة من المعهد الصحي للإناث دفعة اللواء طبيب محمد رضا فريد بحضور اللواء القنحرب وليد حمود عوض مساعد وزير الدفاع وعدد من قادة القوات المسلحة كما تم تكريم أسر القادة التي سميت بأسمائهم الدفعات تقديرا وعرفانا بعطائهم خلال مسيرتهم الوطنية بالقوات المسلحة كما تم تقديد أوائل الخردين نوط الواجب العسكري من الطبقة الثالثة